السلام عليكم يعطيكم العافية انا الاستاذ نورد ريس ان شاء الله اليوم رح نحكي عن الدرس الاخير من الوحدة الخامس لطلاب التوجيه الادبي درس معادلة الانحضار او خط الانحضار بالنسبة لنا بداية اهم شغلة لازم نكون عارفينها ان معادلة الانحضار بالنسبة لي بكتبها على صورة صاد وفي عندي فوقيها رمز اللي هو زي رقم الثمانية فصاد فوقيها رمز اللي هو حكينا زي رقم الثمانية بتساوي الف ضرب سين زائد با هاي بالنسبة لنا الصورة العامة او صورة معادلة الانحضار هاي الصورة بداية انا عشان اقدر اوجدها في عندي مجهولين لازم نوجد قيمتهم بالنسبة لنا المجهول الاول اللي هو بيمثلي الف المجهول الثاني اللي بيمثلي با بداية الف بقول لي عشان اوجد قيمته هو عبارة عن مجموع رمز رمزناه له بدرس معامل الارتباط بيرسون على انه رمز المجموع سين ناقص سين بار فصاد ناقص ساد بار على مجموع سين ناقص سين بار تربية هيك انا بقدر اوجد قيمة الف اللي هو او بالنسبة لنا اللي هو معامل سين في معادلة الانحضار با بيحكي لنا عشان نوجدها هي عبارة عن صاد بار ناقص الف في سين بار بالنسبة لنا في عنا قانون لايجاد معادلة الانحضار في عنا قانون لايجاد الف وقانون لإيجاد باع وطبعا هاي القوانين لازم نحفظها عشان نوجد له معادلة الانحضار في عنا ايضا قانون بحكي لنا الخطأ في التنبؤ بساوي القيمة الحقيقية ناقص القيمة المتنبأ فيها ونشوف كيف مع بعض بدنا نحل الأسئلة المتعلقة في درس معادلة الانحضار لو جينا بطلعنا على أول مثال بحكي لي إذا كان عندي سين وصاد ومثلان متغيرين عدد قيم كل منها خمسة معطيني سين بار اللي هو المتبسط الحساب اللي قيم سين بساوي خمسة صاد بار قيمته خمسة وسبعين هون معطيني قيمة ألف أنا فيش داعي أستخدم قانون عشان أوجد ألف ألف معطينيها بالسؤال قيمتها ثلاث جد معادلة خط الانحضار حكيانا عشان نوجد معادلة خط الانحضار صورة العاملة المعادلة هاي صاد وفقيها رمز زي الثمانية بتساوي ألف سين زائد باع علي أوجد شغلتين حكيانا وشغلتين كثير مهمات اللي هم ألف وباع ألف معطيني قيمتها بالسؤال بتبقى علي أوجد باع فباجي بحكي باع هي عبارة عن صاد بار ناقص ألف في سين بار وتساوي صاد بار قيمتها بالسؤال خمسة وسبعين ناقص ألف معطينيها ثلاث ضرب خمسة اللي هي سين بار وتساوي خمسة وسبعين ناقص خمستاش من هون بقدر اجي احكي انه با قيمتها ستين فبالنسبة لنا معادلة الانحدار هاي صاد بتساوي الف لقيمتها ثلاث وهاي سين طبعا هاي سين لازم نكتبها في السؤال في المعادلة الانحدار زائد با اللي هي بالنسبة لنا ستين وهيك انا قدرت اوجد له معادلة الانحدار بفرع با طالب منا بحكي لنا الخطأ في التنبؤ اذا كانت سين ثمانية تمام بداية احنا حكينا انه في عندي قانون للخطأ في التنبؤ يعني انا بدي اعرف الخطأ في التنبؤ الخطأ في التنبؤ هو عبارة عن القيمة الحقيقية ناقص القيمة المتنبأ بداية بالسؤال بحكي لنا القيمة الحقيقية 82 انا مع القيمة الحقيقية 82 ناقص بظل علي اوجد له القيمة المتنبأ بها هاي القيمة المتنبأ بها عشان نقدر نوجدها هون بدنا نستخدم معادلة خط الانحدار فباجي بحكي معادلة خط الانحدار طلعت معنا في السؤال هي عبارة عن ثلاثة سين زائد ستي تمام هو بحكي لنا بده الخطأ في التنبؤ اذا كانت سين بتساوي ثمانية بس كل اللي علي اعمله اعود قيمة سين ثمانية في معادلة الانحدار فبتصير عندي وتساوي ثلاثة ضرب ثمانية زائد ستين ثلاثة ضرب ثمانية هو عبارة عن الاربع عشرين زائد ستين الجواب بالنسبة انها اربعة وثمانين فانا هيك اوجدت له القيمة المتنبأ فيها فباجي بحكي الخطأ في التنبؤ القيمة الحقيقية ومعطينا اياها بالسؤال 82 ناقص القيمة المتنبأ بها بالنسبة اننا احنا اوجدناها اللي هي قيمتها اربعة وثمانين القيمة المتنبأ بها هاي القيمة اللي احنا بنوجدها من معادلة الانحدار فبصير عنا الخطأ في التنبؤ بتساوي 82 ناقص اربعة وثمانين عبارة عن سالب اثنين وهيك انا بكون حليت هذا السؤال اوجدت له في البداية معادلة الانحدار واوجدت له ايضا الخطأ في التنبؤ طبعا القيمة الحقيقية دائما هو بعطيني اياها انا بس بطلب مني اوجد له الخطأ في التنبؤ فبكون مطلوب مني فقط ايجاد القيمة المتنبأ بها ايجاد القيمة المتنبأ بها زي ما حكينا هاي عشان اقدر اوجدها بدي اعوض قيمة سين في معادلة الانحدار وهيك انا بكون حليت هاي المسألة نيجي على المثال الثاني بحكيلي اذا كان عندي سين وصاد متغيرين عدد قيم كل منها ثمانية معطيني هون مجموع سين ناقص سين بار فصاد ناقص ساد بار بساوي ستين معطيني مجموع سين ناقص سين بار تربيع خمستاش معطيني سين بار ومعطيني ساد بار بحكيلي جد معادلة خط الانحدار للتنبؤ بقيم ساد اذا علمت قيم سين حكينا عشان نوجد معادلة الانحدار القانون لمعادلة الانحدار هاي ساد بتساوي الف سين زائد بار هون علي اوجد شغلتين الشغل الاولى اللي بدأ اوجدها الف المجهول الثاني اللي بدأ اوجده بالنسبة الي باع احنا حكينا من القانون الف بساوي هو عبارة عن مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار على مجموع سين ناقص سين بار تربيع وتساوي هذا المجموع بالنسبة انه ما اعطينا اياه بالسؤال بحكيلي بالسؤال سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار مجموحهم قيمته 60 فهي باجي بحكي 60 على مجموح سين ناقص سين بار تربيع معطيني قيمته 15 فصار الجواب 60 على 15 بالنسبة لنا ألف بتساوي 60 تقسيم 15 الجواب 4 بظل علي أوجد له المجهول با فباجي بحكي با بتساوي صاد بار ناقص ألف في سين بار صاد بار معطينيها بالسؤال 50 ناقص ألف أوجدناها أربعة ضرب سين بار بالنسبة لنا 12 فهون باجي بحكي 50 ناقص أربع ضرب 12 عبارة عن 48 فبالنسبة لنا قيمة با بتساوي 50 ناقص 48 الجواب 2 هون بس بظل علي أعود قيمة ألف وأعود قيمة با وهيك أنا بكون أوجد له معادلة خط الانحدار فبتصير لنا صاد بتساوي ألف قيمتها بالنسبة لأربعة هاي أربعة سين زائد با طلعت معنا اثنين فصارت عندي معادلة الانحدار هي عبارة عن أربعة سين زائد اثنين وهيك إحنا بنكون حلينا هاي المسألة نيجي على سؤال رقم ثلاث بحكينا إذا كان سين وصاد متغيرين عدد كل منها ثمانية معطينا مجموع سين ناقص سين بار تربيع عشرين مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار أربعين معطيني سين بار خمسة عشر صاد بار خمسة واربعين طالب مني معادلة خط الانحدار عشان نوجد معادلة خط الانحدار زي ما حكينا في عندي شغلة مهمة هاي عندي معادلة خط الانحدار صاد قلنا فوقيها رمز زي الثمانية بتساوي ألف سين زائد با عشان أقدر أطلع لمعادلة الانحدار لازم أوجد قيمة المتغير ألف وقيمة با حكينا ألف بوجدها باستخدام القانون هي عبارة عن مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار على مجموع سين ناقص سين بار تربيع وتساوي مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار معطيني يا بالسؤال قيمته أربعين على مجموع سين ناقص سين بار تربيع قيمته عشرين فألف بالنسبة لي أربعين تقسيم عشرين الجواب اثنين بيظل علينا أوجد له قيمة با فبنيجي منحكي با بتساوي حسب القانون صاد بار ناقص ألف في سين بار بالنسبة لي صاد بار معطينيها بالسؤال 45 ناقص 1000 اوجدناها 2 ضرب سين بار 15 فبتصير عنا باب تساوي 45 ناقص 2 ضرب 15 الجواب 30 فباجي بحكي 45 ناقص 30 باب النسبة انها بتساوي 15 هون انا قدرت اوجد له قيمة 1000 وقيمة باب تبقى علي فقط تعويضهم في المعادلة عشان هيك بكون اوجدت له معادلة الانحضار فبصير عندي صاد هيها بتساوي 1000 طلعت معنا 2 هاي 2 سين زائد باب النسبة انها طلعت 15 فهيك انا اوجدت له معادلة خط الانحضار نيجي هون على سؤال 4 بحكينا اذا كانت معادلة خط الانحضار للعلاقة بين عدد ساعات العمل اليومي سين عدد الاخطاء اللي بارتكبها الموظف صاد معطينا معادلة الانحضار هاي صاد فوقيها رمز حكينا الثمانية بتساوي 5 بالعشرة او نص سين زائد واحد زي ما حكينا بالنسبة انها هاي النص بتمثلي الف هون معطينا معادلة الانحضار الموجب واحد هاي بتمثلي قيمة باب بفرع الف شو طالب منها بحكيلي بفرع الف تنبأ بعدد الاخطاء التي يرتكبها موظف يعمل 8 ساعات يوميا طبعا هون العلاقة بين ساعات العمل اليومي سين وعدد الاخطاء معناته بالنسبة لي ساعات العمل بتمثل سين انا بدي اتنبأ بعدد الاخطاء اللي بارتكبها الموظف معناته مكان سين بدي اعود ثمانية اللي هي بتمثلي ساعات العمل اليومية واشوف شو بطلع معي الجواب فباجي بحكي الخطأ في التنبأ هاي قيمة صاد بتساوي نص ضرب مكان سين حكينا بدينا نعود ثمانية زائد واحد خمسة بالعشرة ضرب ثمانية او باجي بحكي نص الثمانية اللي هي بالنسبة لي اربعة زائد واحد فالخطأ بالتنبأ قيمته الاخطاء التي يرتكبها الموظف يعمل ثمان ساعات يوميا هي عبارة عن خمس اخطأ لو اجينا على فرعبا بحكي لي اذا كان عدد الاخطاء التي يرتكبها الموظف يعمل عشر ساعات هي اربع اخطأ جد الخطأ في التنبأ بالنسبة اننا حكينا في بداية الدرس الخطأ في التنبأ هو عبارة عن القيمة الحقيقية ناقص القيمة المتنبأ الخطأ في التنبأ نعيد هو عبارة عن القيمة الحقيقية ناقص القيمة المتنبأ بها بالنسبة اننا بحكينا اذا كان بعمل عشر ساعات عنده بس اربع اخطاء معناته بالنسبة لي القيمة الحقيقية هي عبارة عن اربع ناقص القيمة المتنبأ بها انا عشان اقدر اعرفها بدي اعود لعشر هاي العشر ساعات في معادلة الانحضار فباجي بحكي هاي صاد بتساوي نص ضرب عشرة زائد واحد نص العشرة خمسة زائد واحد الجواب بالنسبة انه ستة فصار عندنا القيمة الحقيقية هي عبارة عن اربع اخطاء ناقص القيمة المتنبأ بها هي عبارة عن ستة فالخطأ بالتنبأ بالنسبة انه اربع ناقص ستة سالب اثنى وهيك احنا قدرنا نوجد له التنبأ بعدد الاخطاء يعني هو فعليا ممكن خلال ثمن ساعة بيشتغل تقريبا يخطأ له خمس اخطاء وقلنا هاي التنبأ يعني قيمة اقريبية الخطأ في التنبأ وبعطيني القيمة الحقيقية ناقص القيمة المتنبأ بها القيمة المتنبأ بها عشان نوجدها بدي اعود عدد الساعات في معادلة الانحدار بعطيني القيمة المتنبأ بها القيمة الحقيقية زي ما حكينا هاي دائما بتكون معطى في السؤال نيجي على سؤال رقم 5 في سؤال رقم 5 بيحكينا اذا علمت ان معادلة خط الانحدار للعلاقة بين قيمة رأس المال سين ارباح السنوية للشركة بالالف دينار هي عبارة عن صاد اللي هي هاي بالنسبة لنا معادلة انحدار ثلاثة بالعشرة سين زائد عشرة بيحكي لجد الخطأ بالتنبؤ حكينا لما يطلب مننا الخطأ في التنبؤ على طول بدي اكتب القانون بتساوي هي عبارة عن القيمة الحقيقية ناقص القيمة المتنبؤ بها يلا بيحكي لنا جد الخطأ في التنبؤ ارباح شركة رأس مالها ستين الف ارباح السنوية يعني القيمة الحقيقية للارباح سبعة وعشرين الف فاصلة اربعة طبعا بالنسبة لنا بما انه بقلنا الارباح السنوية للشركة ما بحسبها بالدينار بالألف دينار فما بكتب سبعة وعشرين فاصلة أربعة ألف ومنحط أربع أصفار بخليها زي ما هي هون منحط ثلاث أصفار فبخليها سبعة وعشرين فاصلة أربعة انا هسا بدي اعرف قديش القيمة اللي انا ممكن اتنبأ فيها بأرباح شركة رأس مالها ستين الف بس كل اللي علي أعمله أعوض الستين الف في معادلة الانحدار فبتصير عنا صاد بتساوي ثلاثة بالعشرة اللي هي ثلاثة على عشرة ضرب ستين زائد عشرة باجي باختصر سفر مع سفر ثلاثة ضرب ستة ثمنتعش زائد عشرة بالنسبة ان الارباح هي عبارة عن ثمانية وعشرين الف هاي الارباح اللي أنا بتنبأ فيها فبالنسبة ان الارباح الحقيقية او القيمة الحقيقية للارباح كانت معطى بالسؤال اللي هي سبعة وعشرين فاصل أربعة الف دينار اللي أنا تنبأت فيها ثمانية وعشرين الف دينار هاي ناقص ثمانية وعشرين فالخطأ في التنبؤ سبعة وعشرين فاصل أربعة ناقص ثمانية وعشرين هو عبارة عن سالب ستة بالعشرة هيك أنا قدرت أوجد له الخطأ في التنبؤ نرجع نعيد حكينا الخطأ في التنبؤ هو عبارة عن القيم الحقيقية ناقص القيم المتنبأ بها القيم الحقيقية هي عبارة عن اللي بعطينا إياها حكيانا بالسؤال الأرباح الفعلية والأرباح الحقيقية تمام فبالنسبة لنا هي عبارة عن 27.4 ألف دينار ناقص القيم اللي بتنبأ فيها يعني أنا شركة رأس المال 60 ألف بدي أتنبأ قديش ممكن تكون أرباح السنوية حكيانا التنبأ ونعوضها في معادلة الانحدار عوضنا الستين في معادلة الانحدار فطلع معنا القيم المتنبأ بها 28 ألف دينار فطلع معنا الخطأ بالتنبؤ سالب ستة بالعشرة نيجي هس هون على سؤال رقم ستة بحكي أنه قدم اعتمد الجدول التالي في الإجابة عن كل مما يأتي معطيني عدد ساعات معدل يعني طالب درس الطالب الأول درس ثمان ساعات كان معدل وخمس وتسعين الطالب الثاني درس ساعتين معدل وخمس ستين درس خمس ساعات معدل وتسعين وهكذا طالب مننا ثلاث أفرع في هذا السؤال الفرع الأول ألف هل يوجد علاقة بين عدد الساعات التي يقضيها الطالب في الدراسة والمعدل ومثلها بيانيا بالنسبة لنا عشان نعرف أنه في علاقة أخذنا في درس معامل الارتباط بيرسون أنه أنا عندي نوعين يا بتكون يا طردي يا عكسي هاي العلاقات عشان أنا أقدر أعرف أنه هي هاي علاقة طردية أو عكسية بدي أمثلها بيانيا وهو هذا الشرط طالب ومني في السؤال فباجي بحكي معطيني عدد الساعات هي اللي بتمثل لي قيم سين المعدل بمثل لي قيم صاد نشوف كيف بدنا نرسمها ونمثلها بيانيا بالنسبة لنا بالنسبة لنا هي سين وهي صاد هاي باجي بحكي هي واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست هي سبعة وهي ثمانية هون صاد بيمثل لي المعدل لو بلشنا مثلا هاي خمس ستين سبعين خمس سبعين ثمانين خمس وثمانين تسعين خمسة وتسعين لو أجينا عملنا هاي النقاط بيحكي لنا الدارس ثمان ساعات معدله خمس وتسعين يعني ثمان ساعات المعدل بالنسبة لنا خمسة وتسعين هاي النقطة الأولى اثنين وخمس وستين هاي اثنين وهاي خمس وستين بيحكي لنا خمسة وتسعين هاي خمسة وهاي بالنسبة ل التسعين لنا الثلاث وسبعين هاي ثلاثة وهاي السبعين بالنسبة لنا آخر واحدة السبعة وتسعين هاي السبعة هاي بالنسبة لي التسعي حكي انا هاي النقاط ما بتقع على استقامة وحدة يعني ما بلاقي خط مستقيم واصل بين كل هاي النقاط فلو عملنا خط مستقيم رح يطلع معنا بهذا الشكل النقاط كلها بالنسبة انه بتتجمع على يمين ويا صار هذا الخط المستقيم يعني ما بزبط واحد يجي يقولي انا بدي اعمل خط مستقيم بهذا الشكل بالنهاية النقاط بعيدة عن الخط المستقيم المتقطع اللي احنا افترضناه افتراضية فبالنسبة لنا الخط المستقيم رح يكون النقاط قريبة على يمينه ويساره بالنسبة لنا فمنلاحظ انه من اشكال الانتشار اللي تعلمناها في معامل الارتباط بيرسون انه هون هاي العلاقة بنسميها حكينا علاقة طردية لكن احنا شو تفسيرنا للعلاقة الطردية معناه انه انا فعليا الطالب كل ما زادت ساعات الدراسة بالنهاية زاد المعدل فبالنسبة لنا فعليا يوجد علاقة بين عدد الساعات اللي بيقضيها الطالب في الدراسة والمعدل هي عبارة عن علاقة طردية يعني كل ما زادت ساعات الدراسة بالنسبة لنا اكيد بدو يزيد او يزداد المعدل هذا طبعا بالنسبة للمطلوب بفرع الف نيجي على فرع باب يحكي لي قدر معدل طالبي تدرس 6 ساعات انا عشان اقدر له معدل طالبي بتدرس 6 ساعات التقدير بحد ذاته لازم اوجد معادلة الانحدار اذا ما اوجدنا معادلة الانحدار انا فعليا ما بقدر لا اقدر عدد ساعات ولا بنقدر نوجد اشي فنشوف احنا كيف بدنا نوجد من خلال الجدول معادلة الانحدار مبدئيا احنا حكينا في عنا الجدول عندي قيم سين وعندي قيم لصاد هاي بالنسبة لسين وهي صاد فباجي بحكي سين هاي عندي ثمانية وعندي اثنين وخمسة وثلاث وسبعة تقريبا شبيه في الجدول اللي عملناه لمعامل الارتباط بيرسون صاد بالنسبة لنا خمسة وتسعين خمسة وستين تسعين سبعين تسعين هسا مبدئيا بدنا نوجد احنا حكينا عشان اوجد له قيمة الف وبا انا لابد من ايجاد سين بار وصاد بار حكينا هذول اجباري نوجد قيمهم فحكينا سين بار هي عبارة عن مجموع قيم سين ثمانية زائد اثنين زائد خمسة زائد ثلاث زائد سبع على عددهم قيمة ثنتين ثلاث أربعة خمسة يلا ثمانية زائد اثنين عشرة ثلاث زائد سبع عشرة صاروا عشرين وخمسة خمسة وعشرين على خمسة بالنسبة لنا سين بار بتساوي خمسة حسنا نوجد بالنسبة انها صاد بار مجموعة القيم على عددها 95 زائد 65 زائد 90 زائد 70 زائد 90 على بالنسبة انها صاد بار بالنسبة انها 95 و 65 160 90 250 250 و 70 320 زائد 90 410 على 5 فبالنسبة انها 410 تقسيم 5 هذه عشان اقدر اوجد قيمتها هي عبارة عن 10 ضرب 41 على 5 هذه عشرة مع خمسة تقسيم 2 ضرب 1 2 ضرب 4 8 هيك انا اوجدت صاد بار و سين بار حكينا احنا بالقانون انا عشان اوجد له معادلة الانحضار في شغلتين مهمات بدنا نوجدهم الف سين زائد بار هي بالنسبة لقانون معادلة الانحضار بدنا اوجد الف الف من القانون هي عبارة عن مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار على مجموع سين ناقص سين بار تربية فالهون الجدول اللي بدنا نوجده بدي يكون فيه عندي سين ناقص سين بار بدي يكون عندي ايضا صاد ناقص صاد بار بدي يكون عندي حاصل ضربهم سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار واخر موجود لازم يكون معنا سين ناقص سين بار تربية حسا نيجي على اول قيمة في الجدول سين ناقص سين بار سين بار وجدناها قيمتها خمسة فباجي بحكي ثمانية ناقص خمسة بالنسبة لنا الجواب ثلاث اثنين ناقص خمسة سالب ثلاث خمسة ناقص خمسة سفر ثلاث ناقص خمسة سالب اثنين سبعة ناقص خمسة اثنين هيك احنا اوجدنا سين ناقص سين بار حسا بدي اوجد صاد ناقص صاد بار صاد بار اثنين وثمانين فباجي بحكي خمس وتسعين خمس وتسعين ناقص اثنين وثمانين بالنسبة لنا هي عبارة عن الثلاتعش نيجي بنحكي 65 ناقص 82 سالب 17 90 ناقص 82 ثمانية 70 ناقص 82 سالب 12 90 ناقص 82 حكينا أيضا الجواب بالنسبة لنا ثمانية هسا بتبقى علينا بس نوجد له سين ناقص سين بار ضرب صاد ناقص صاد بار سين ناقص سين بار ضرب صاد ناقص صاد بار نجي بنحكي 3 ضرب 13 يلا 3 ضرب 3 9 3 ضرب 1 3 الجواب 39 سالب 3 ضرب سالب 17 سالب ضرب سالب موجب 3 ضرب 7 21 3 ضرب 1 3 2 51 يلا 0 ضرب 8 0 سالب 2 ضرب 12 سالب ضرب سالب موجب 2 ضرب 12 24 2 ضرب 8 16 فصارت لنا ثلاثين وواحد وخمسين تسعين تسعين واربعة وعشرين هي عبارة عن المية واربعة عشر وعندي هون 16 فصار الجواب بالنسبة لنا مجموحهم 130 ظل علينا نوجد له سين ناقص سين بار تربية عندي سين ناقص سين بار عندي الثلاث ثلاث تربية هي تسعة سالب ثلاث تربية تسعة سفر تربية سفر سالب اثنين تربية أربعة اثنين تربية أيضا قيمتها أربعة فصار لنا تسعة زائد تسعة ثمنتاش أربعة ثلاثين وعشرين وأربعة ستة وعشرين هيك احنا اوجدنا مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار اوجدنا أيضا مجموع سين ناقص سين بار تربية هيك أنا جاهز لأستخدم القانون لإيجاد معادلة الانحدار ألف بتساوي حكيانا مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار اللي مجموعه طلع معنا قيمته بتساوي 130 على مجموع سين ناقص سين بار تربية قيمته طلعت 26 فأجي بحكي 130 تقسيم 26 هاي عشان أقدر أقسمها ببسطها 130 10 ضرب 13 على 26 أنا هون بقدر أختصر 13 مع 26 بتبقى عندي 2 بقدر أختصر الـ 2 مع 10 بتبقى عندي 5 فألف بالنسبة إلي قيمتها بتساوي 5 ظل علينا إيجاد قيمة با فأجي بحكي با هي عبارة عن صاد بار ناقص ألف في سين بار صاد بار أوجدناها لقيمتها بالنسبة إلينا 82 ناقص ألف طلعت معي 5 سين بار أيضا 5 فصارت علينا 82 ناقص 5 ضرب 5 با بتساوي 82 ناقص 25 فقيمة با بالنسبة إلينا بتساوي 57 هيك أنا أوجدت له ألف وبا صرت جاهز أكتب معادلة خط الانحدار فأجي بحكي صاد بتساوي عبارة عن ألف اللي هي توجدناها خمسة ألف سين زائد با زائد 57 هيك أنا أوجدت له معادلة الانحدار طب يا هلطرة هيك أنا خلصت حل السؤال أكيد لا إحنا أوجدنا معادلة الانحدار بالنسبة إلينا تلعت قيمتها بتساوي تلعت معنا خمسة سين زائد 57 نشوف شو طالب في السؤال هيك أنا أوجدنا معادلة الانحدار هيك إحنا جاهزين لحل الفرع الثاني من السؤال بحكيلي قدر معدل طالبة تدرس ست ساعات تمام أنا بدي أقدر تقدير هاي فرع با مكان سين بدعود ستة فاننا نشوف تقريبا قداش ممكن يطلع معدل طالب درسة ست ساعات هاي خمسة ضرب ست زائد 57 خمسة ضرب ست ثلاثين زائد 57 تقريبا رح يطلع 87 معدل الطالب اللي ممكن تدرسها ست ساعة نيجع فرع جيم فرع جيم بحكيلي درسة طالب ثمن ساعات احسب الخطأ في التنبؤ للمعدل الذي حصل عليه حكينا احنا عشان نوجد الخطأ في التنبؤ في شغلتين مهمات يكون موجودين معي الخطأ في التنبؤ هو عبارة عن القيمة الحقيقية ناقص القيمة المتنبأ بها بالنسبة لنا القيمة الحقية بقولي بدي اقدر له او عندي طالب درس ثمن ساعات بدي احسب له الخطأ في التنبؤ طب هو فعليا الطالب اللي درس ثمن ساعات قداش كان معدله هاي عنده هون عدد الساعات وعنده المعدل الطالب اللي درس ثمن ساعات فعليا كان معدله 95 فبالنسبة لنا القيمة الحقيقية 95 ظل القيمة المتنبأ بها يعني انا بدي اشوف هذا الطالب اللي درس ثمن ساعات قداش تقريبا ممكن يكون معدله فبنيجي بنحسبها قلنا القيم المتنبأ بها عطول بحسبها من معادلة الانحضار هاي عندي خمس ضرب مكان سين ثمانية زائد سبعة وخمسين خمس ضرب ثمانية اربعين زائد سبعة وخمسين المعدل الممكن اتنبأ له فيه او القيم المتنبأ بها هي عبارة عن السبعة وتسعين هو فعليا الطالب البدرس ثمان ساعات معدله خمس وتسعين فانا عشان اطلع الخطأ من التنبأ اوجدنا القيم الحقية اللي معطى بالسؤال قلنا وموجودة في الجدوى الخمس وتسعين ناقص القيم المتنبأ بها اللي هي السبعة وتسعين الجواب بالنسبة انه سالب اثنين السالب اثنين هاي هي اللي بتمثلي الخطأ في التنبأ هيك احنا بنكون حلينا هذا السؤال اعرفنا له انه فيه علاقة بين عدد الساعات اللي بغضيها الطالب في الدراسة والمعدل اقدرنا ايضا نعرف او نقدر معدل طالب بدرس ست ساعات اقدرنا ايضا نعرف طالب درس ثمان ساعات ايش الخطأ في التنبأ للمعدل اللي ممكن يحصل علم نيجيون على اخر سؤال اخر سؤال طبعا معطينا جدول وطالب نوجد له معادلة خط انحدار بحكينا ببين الجدول الاتي علامات خمس طلاب في مبحثي رياضيات والعلوم الرياضيات بالنسبة لنا هيسين العلوم صاد بحكينا النهاية العظمى للعلامة عشرة تمام جد معادلة خط الانحدار للتنبؤ بقيم صاد اذا علمت قيم سين انا بدي اوجد له معادلة خط الانحدار حكينا معادلة خط الانحدار هي صاد بتساوي الف سين زائد با عندي شغلتين كثير مهمات ادي اوجدهم بدي اوجد الف وبدي اوجد با الف لها قانون هي عبارة عن مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار على مجموع سين ناقص سين بار انا بهاي الطريقة بدي اوجد له قيمة الف فبعجي بحكي عشان نوجد قيمة الف بدنا نعمل الجدول هاي عندي سين وهاي عندي صاد يلا نشوف قيم السين المعطين اياها بالجدول عندي الثمانية الخمسة التسعة الستة والسبعة قيم صاد هاي ستة سبعة ثمانية أربعة خمسة يلا بداية عشان نقدر نحسب الجدول حكينا بدي اوجد اول اشي سين بار وصاد بار هاي سين بار بتساوي ثمانية زائد خمسة زائد تسعة زائد ستة زائد سبعة على عدد القيم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة خمس قيم ثمانية زائد خمسة ثلاثة وتسعة اثنين وعشرين وستة ثمانية وعشرين وسبعة خمسة وثلاثين على خمسة الجواب بالنسبة انها سبعة هايك انا اوجدتله قيمة سين بار هسا باجي بحكي صاد بار بتساوي مجموع القيم ستة زائد سبعة زائد ثمانية زائد اربعة زائد خمسة على خمسة ستة زائد سبعة ثلاثة وثمانية واحد وعشرين واربعة خمسة وعشرين وخمسة ثلاثين على خمسة هاي صاد بار تلعت معي قيمتها ستة هسا هون نكمل شغلنا على الجدول عندي سين وصاد حكيانا بلزمني سين ناقص سين بار بلزمني صاد ناقص صاد بار وبلزمني حاصل ضربهم اللي هو سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار واخر اشي بلزمني في درس معادلة الانحدار في الجدول سين ناقص سين بار تربيل ننوجد سين ناقص سين بار سين بار تلعت معكيمتها سبعة فباجي بحكي ثمانية ناقص سبعة الجواب بالنسبة إنه واحد خمسة ناقص سبعة الجواب سالب اثنين تسعة ناقص سبعة اثنين ستة ناقص سبعة سالب واحد سبعة ناقص سبعة سفر هسنا نوجد ساد ناقص ساد بار ساد بار ستة ستة ناقص ستة سفر سبعة ناقص ستة واحد ثمانية ناقص ستة اثنين اربعة ناقص ستة نحكي 1 ضرب 0 0 سالب 2 ضرب 1 هاي السالب 2 2 ضرب 2 4 سالب 1 ضرب سالب 2 2 0 ضرب سالب 1 0 هس هون بدي اوجد مجموحهم فباجي بحكي سالب 2 زائد 4 2 زائد 2 4 فمجموع سين ناقص سين بار في صاد ناقص صاد بار تلع معي مجموع بساوي 4 هس هون عندي سين ناقص سين بار تربيع الواحد تربيع 1 سالب 2 تربيع 4 2 تربيع 4 سالب 1 تربيع هاي 1 0 تربيع مجموحهم 1 زائد 4 5 و 4 9 و 1 10 فبتنا نعود في القانون مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار تلع معي 4 على مجموع سين ناقص سين بار تربيع سين ناقص سين بار تربيع تلع معي مجموعه 10 فالف بالنسبة اللي قيمتها بتساوي 4 بالعشر هسا من نوجد قيمة با با حكينا هي عبارة عن صاد بار ناقص ألف في سين بار صاد بار اوجدنا قيمته 6 ناقص ألف اللي هي 4 على 10 ضرب سين بار اللي هي قيمتها 7 فبالنسبة لنا الجواب بساوي 6 ناقص أربعة ضرب سبعة ثمانية وعشرين على عشرة اللي هي 2.8 ستة ناقص 2.8 قيمة با بتساوي 3.2 هيك احنا اوجدنا بهاي الحالة قيمة ألف وبا بتبقى علينا فقط تعويضهم في معادلة الانحدار ألف قيمتها تلعت معنا 4 بالعشرة هي سين زائد با تلعت معي 3.2 وهيك انا اوجدت له معادلة خط الانحدار وهيك احنا منكون بالنسبة لنا أنهينا هاي الوحدة آخر درس درس الانحدار درس كثير سهل وبسيط ويعطيكو ألف عافية